مرحبا مونير عجم للاسف كنا نسجل هذا الفيديو ونقطع سنرجع نعيده من جديد مثل ما بتلاحظه اللعن بتابع احيان ان احنا بنعلق على امتحان البي ام بي وخاصة اليوم مش اليوم يعني على طول فكير فيسبوك بيجز وغروبس يعني معبئين فيسبوك على اسئلة على الامتحان وبعد هالاسئلة اللهم اعلم من المجاية بغض النظر المشكلة بعض الاسئلة الامتحانات يعني بتعطينه علومات طريقة مكتوبة بطريقة تقول فعلا هالشخص اللي قيل بو يمكن ما بيعفشي بـ Project Management مش مشكلة اذا السؤال عم يكتب بطريقة يتكون يعني منطقيا فينا نقول انه وين المشكل اذا السؤال مكتوب بطريقة فيها شوية تخبط يمكن هم قصودة تطيع الناس بس المشكل انه هالاسئلة هي الناس عم تدرسها عم تدخل براسة المعلومات وطريقة السؤال عم تعطي انطباع انه هالسؤال هو واقع الحياة وهذا الشي غلط يعني بالنهاية اذا وقت المشاريع اليوم يعني احنا ممكن عم ندير مشاريع بشركات مش هيجي المدير يعطيني معلومات غلط ويشوف كيف بدي فكر بدا نكون احنا نشتغل من ضمن الواقع وواقع لازم يكون انه على الاقل كل شيء عم نشتغل يكون عملية ومنطقية مش نظريات بشناك انه فكير يمكن عندي اشكال احيان مع البي ام بي بطبع مثل ما انه نحن بفيديوهات سابئة كشهالة هي تسبقيا يمكن ان اهم شهالات ايضاة مشاريع كتسبقيا بس كعلميا للاسف لا لانه عم بصير انه عم تجبر الناس عم بتعود الناس يضطروا يروحوا يدرسوا ويحفظوا اما يفهموا مثلا يحفظوا الفورميلاز ويعرفوا جاوب الفورميلاز ماتماتيكلي يعني كامتحان بس ما بيعرفوا بواقع الحياة انه شو هالسؤال صح دعيني ارجيكم سؤال وبعدين مرجع ويمكن في سؤال تاني هقدر ارجيكم ايه وبعدين مفيدا نكمل اذا شفت السؤال اذا شفت السؤال ارجع انا بحكي فيه اكتر اول شي او هعطي نقض من منطق وهذا المفترض يكون حسب الوضع البوست انه هذا السؤال اجاب الامتحان يعني حدا طلع على السؤال من الامتحان نرغم انه مفترض يكون ممنوع بس طلع عن الامتحان هذا السؤال ماذا بقول اول شي يعني هون احد طريقة السؤال وطريقة المعلومات التي نكتب بالسؤال ارجيكم كام غلط بالطريقة الكتابة بالسؤال اول شي بقول البراجكت عنده بجت 400 مليون المتوقعين نصرفها 100 مليون بالسنة يعني معناتها الموضوع لينير يعني 100 مليون بالسنة اول شي بواقع الحياة ما في مشاريع تشتغل هيكة الا اذا عندنا نحنا عملية اوبرايشن بتقولوا بس عندكم 100 مليون تشتغلوا وتصرفوا معايتها اذا كان واحد عم بيشتغل أسرع من الخطة بيوقف تشتغلوا اذا عم بيشتغل أبطأ من الخطة بيخسر الفلوس ما هي منطقة يعني عادة ادارة المشاريع تقول اذا عندنا نحنا مشروع 400 مليون على 4 سنين بتبلش الصرف بيكون كتير بطيء بالبداية وبيكون كتير بطيء بالنهاية وبعمل بيك بالنص نص المشروع المنضوع اللينير هذا خطأ بالطبع يمكن نقول ايه هذا سؤال نظرياً على شيء يسمحوننا فيه نحن نسمح لكم فيه بس عم بيعطي انطباح خاطئ هذا اول مشكلة تاني نقطة بالسؤال اذا تحبوا تعملوا بوزو وترجاعوا تقروب بيقولك السؤال ان 400 مليون expected to spend 100 مليون اول شيء بالنسبة لن نحنا نحنا لا نتهم بحاجة يعني عندنا عارتاً بال Earned Value Management هناك شيء عندنا اسمه Plan Value Earned Value و Actual Cost و Actual Cost هو مش Expenditure يعني الExpenditure هي النصريات الانصرفة طلعت من الحساب الشركة هنا نعلق على الكلمة يمكن يكون واحد يقول مونير نتعلق على انجليزية كثير دعنا ننتقل هنا ال spend اذا اقرأ السؤال ومفترض عندي خبرة وادارة المشاريع كيف بدي اقراها؟ بقراها Expenditure او Budget يعني 100 مليون بالسنة هل هي 100 مليون بالسنة من الميزانية؟ يعني انا مفترض عندي ميزانية او مفترض انه يكون انا أصرف يعني تطلع من حسابي كشركة الاهمية هذا الجواب له السؤال اللي طرحته هلأ بيبين بعد شوي السؤال بيقول اول سنة اصرفنا 100 مليون يعني مبدئيا اذا spend هي Budget ممتاز معناتها الخطة تقول 100 مليون حققنا يعني we earned 100 مليون ليس اصرفنا لنعتبر ال spend هي Budget ثاني السنة مفترض الخطة تكون plan value اصرفنا 120 مليون معناتها نحنا هون منتاز لماذا مش مشله؟ ثالث السنة بتقول انه نحنا اصرفنا 60 مليون يعني اقل من الخطة المية بس اذا نجمعه نحنا الثلاث سنين الاول 120 و60 بيطلعوا 280 مليون هلا 280 مليون على ثلاث سنين من قصر 300 لا شك انه في شوية تأخير بس مقبول يعني فينا نقول 280 على 400 يعني سوري 200 مليون على 300 كـ earn value بيطلع معنا رقم منطقي مش هعمل الحسابات هلا فيكم تعملوها بس المشكل بالسؤال كمان اسا مشكل تالتي وراءة خامسة اذا بنرجع للسؤال واذا فيكن توقفوا ال pause وترجعوا للصورة بيقول انه على السنة التالتي at 40% completion يعني يعني شو المفهوم مننا هايدي 40 بالسنة التالتي ولا 40 بالسنوات الثلاث الاول اذا عملين 60 مليون يعني صار فين 60 مليون بالسنة وعملو 40 بالمية 40 بالمية شو من انتاج السنة ولا من انتاج يعني هون المعلومات مش واضحة كسؤال انا ما بعرف ال40 بالمية عن شو عم تعني هل هي عم تعني 40 بالمية من انتاج السنة التالتي يعني اذا السنة التالتي احنا كنا نصرف 100 مليون اوك اذا لازم كنا نصرف 100 مليون صرفنا 60 بس we accomplish only 40 ما يعني هالشي واول سنة شو يعني مثلا صرفنا 100 اوك اذا المية هي actual accomplishment وبالسنة التالية 120 هي accomplishment يعني هون السؤال بضيع صراحة انا من رغم خورتي وثلاثة سنة بدأت المشاريع مش عم بداية بفهم السؤال اذا بدنا نرحز بحساب ال40 بالمية هي على 3 سنوات معناتها في خطأ لانه ال40 بالمية من 400 مليون بطلع 160 مليون يعني احنا بنكون عملنا budget اوك انه plan value كانت 300 مليون we earned 280 اوك اما we earned 160 يعني هون انا ما رحفيني اش راح يكون لانه الموضوع كتير بضيع بس انه هلا هون نقطة كسؤال هلا مرجع برجع بقول السؤال بكمل تنقول وين الخطأ بالسؤال what percentage of budget the project manager spent per month in the fourth year of the budget كمان هون الاسممشن انه خلال السنة الرابعة سيكون الاسpenditure linear مش منطقية بادارة المشاريع وهون عم بعتبر انه المشروع انه منعنا ايدي اقل اليوم شو هو انا بالمعلومات الموجودة ما بقدر اعمل ناقصة ناقصة انه اقدر اعمل proper calculation لالCPI والSPI انا قدر اعرف انا المشروع كيف بس هون عم بيقولوا هنه انه نحنا بالسنة الرابعة معناتها بالسنة الرابعة شو بالسنة الرابعة معناتها انه نحنا عنا تنقول اذا الميزانية اذا صرفين نحنا 280 اذا spent معنا بجت معناتها نحنا مستخدمين 280 مليون من البجت معناتها باقيلة 120 مليون اذا باقيلة 120 مليون اوكي طيب كيف دي اصرفها هاي كمان بنرجع الموضوع اللينير هلا بغض النظر انا ما عم بقدر وضح كير يمكن الفكرة انه هون بغض النظر شو هو الصح والغلط وشو الجواب الصحيح للسؤال لانه فعلا المعلومات الموجودة فيه مخاربة حواقف هالفيديو وحنرجع عن اجيكم سؤال تاني من خلال النقاش على هذا السؤال نفسه فيه سؤال تاني محطوط كمان هنجرب نعلي اعليه ونشوف شو بيصير ونشوف شو الاشكالات الموجودة